أميرة ريمة بنت سلطان المتواجدة أيضاً ضمن هذه البعثة بعثة حقيقة يعني مشرفة وتستحق أن تتواجد في هذه المشاركة التاريخية الأولى محمد الشيخ ماذا تعني لنا هذه المشاركة التاريخية الأولى؟ ببساطة هذا يعني أننا أصبحنا في قلب الحدث العالمي في كل نواحي حقيقة يمر علينا قرابة مئة عام ونحن بعيدين عن الأولمبياد الشتوي صحيح لدينا ما يبرر ذلك باعتبار أننا لا نملك ألعاب شتوية ولا نملك هذه المنافسات وبالتالي لا يمكن أن نقفز من بلد لا يملك هذه المنافسات إلى قلب الحدث العالمي أو تظاهر العالمي الكبرى بعد الأولمبياد الصيفي اليوم ونحن لم نبدأ حتى اللحظة في الألعاب الشتوية يتواجد لدينا باعتبار أن الرياضيين في مملكة باتو يعني على علاقة بالرياضات سواء بشغف الممارسة الداخلية أو حتى بتواجدهم في القارج كمبتعاتين أو كمحبين لهذا النوع من الرياضات حتى أن البعض يذهب في الصيف أو في الشتاء لممارسة هذه الرياضات بعيد عن هذا التواجد ماذا يعني أن نتواجد في البياد الشتوي معنى ذلك أن هناك قيادة رياضية حقيقية رياضية وحط بين قوسين رياضية حقيقية تؤمن بقيمة الرياضة بكل أبعادها أعني بذلك بصراحة الأمير عبد العزيز من ترك الفيصل هو رياضي حقيقي من جهة هو ملم بكل الرياضات من استمع الأمير عبد العزيز من ترك الفيصل حتى في أحاديثه العامة أو في الخاصة لا يتكلم عن الرياضة كمحب هو يتكلم عن الرياضة كمحترف هو الرجل رياضي محترف وبالتالي أنا أقول أن هذه قفزة عملاقة ستؤسس لمراحل أخرى سنسهد من خلالها تطور ملموس في هذا النوع من الرياضات وفي رياضات أخرى خصوصا ونحن قد استحدثنا اتحادات ضمن اللجنة العنبية حديثة عهد على المملكة العربية السعودية أيضا إصلافتنا لأسياد عشرين أربعة وثلاثين هذا يعزز إحداث نقلة متسارعة في كافة الرياضات أنا هنا حقيقة حينما أشيد بالأمير عبد العزيز من ترك الفيصل أشيد بكافة الكوادر في فترة أو خلني أقول أنا قريب من الألعاب الأولمبية من سنوات كان أكثر ما تعانيه الرياضة السعودية أن من يستلم زمام الأمور هم إداريين أكثر من كونهم رياضيين والألعاب الأولمبية تحتاج إلى رياضيين قبل أن يكونوا إداريين نعم هناك معادلة أو تركيبة بين الجانبين ولكن لا يمكن أن نقفز على الرياضة إلى الإدارة ونكتشف أننا ندير مؤسسة رياضية بدون رياضيين الآن لا أصبح الهرم فعلي من يقف على رأس الهرم هو رياضي وإداري بالدرجة الأولى فبالتالي هو يعرف أن يختار مساعدي ومعاونيه القادم أفضل بإذن الله